أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية تعزيز تنافسية قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستدامة نموه لما يمثله من ركيزة داعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وأشر سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل تعزيز بنيتها الاقتصادية والتنموية نحو مستويات أكثر تميزا جاء ذلك لدى لقائه حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل السعود رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية STC بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء حيث لفت سموه إلى ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من مسارات عديدة للتعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة التي تعود بالخير على البلدين الشقيقين وأبنائهما مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على تنمية أوجه الشراكة مع المملكة الشقيقة في مختلف القطاعات خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مواكبة التطور التكنولوجي بما يرفع من كفاءة الخدمات القائمة عليها وجرى خلال اللقاء سعراض مستجدات الخطط التطويرية لمجموعة الاتصالات السعودية وما تنفذه من برامج حالية ومستقبلية إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين الإقليمية والدولية من جهة عرب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير قطاع الاتصالات بما يعود بالنفع على الجميع متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من الاززهار والتقدم ترجمة نانسي قنقر